عام 2015 عام صعب للغاية يعني عندك 8% من الوزراء غير كفاء ما أعينهم حتى في أصل الشركة وصندوق السمارات العامة والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلة وزراء والقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة أغلب من يعمل يعمل فقط لعمل روتيني لتخليص المعاملات والإجراءات لكن ما في عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق المستهدفات أو هداف المستقبل فما عندك فريق ما عندك حوكمة جيدة ما عندك ديوان ملكي وما نعمل شوزراء تستطيع أن تدعم صلع القرار فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج أن تبني الفريق وتحتاج أن تبني المكينة التي تعدك على أنجاز هذه الفرص وهذه الطلعات التي نطمح لها كلنا كسعوديين فكان عام 2015 عام صعب جداً تم فيه جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكة الحكومة بإنشاء مجلس شنون الاقتصادية مجلس شنون الاقتصادية والسياسية والأمنية بإعادة هيكرة بعض القطاعات إعادة هيكرة بعض الوزرات تعيين وزراء جدد الويف الثاني على تعيين نواب الوزراء الوكلة